يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الرعي الرسمي منتقب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم موبيليس معا نصنع المستقبل اهلا بكم مشاهدين الافاضل الاخبار الرياضة من قناة الجزائر الدولية تعرضت المغنية الفرنسية ذات الاصول المالية ايا ناكامورا الى هجمات عنصرية شديدة بعد اقتراحها لتنشيط حفل افتتاح الالعاب الولمبية المقررة صائفة العام الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس بسبب اصولها العرقية ولون بشرتها السوداء في ضرب للقيم الولمبية المناهضة للتمييز العنصري كلما اقترب موعد الولمبياد باريس ازدادت متاعب اللجنة المنظمة للحدث الولمبي فمع انطلاق العض التنازلي لحفل الافتتاح احد اهم محطات الحكم على نجاح الموعد من عدمه اصطدمت ولا خطوات التحضير بواقع موجة شريسة من الانتقادات تولدت مع اقتراح اسم المغنية الفرنسية ذات الاصول المالية عيانا كامورا لتنشيط الحفل المقرر يوم السادس والعشرين جولي المقبل حملة شريسة رافضة لفكرة منح ذوي الاصول الافريقية شرف احياء حفل الافتتاح فبعد اقتراح اسم المغنية من طرف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حملة قابلتها اللجنة المنظمة للولمبياد بصدمة بعد ان نسبت الصحافة الفرنسية الهجمات العنصرية الى جهات من اليمين المتطرف بناء على الاصول العرقية للمغنية ولون بشرتها جدل حفل الافتتاح انتقل من المواقع الى الواقع لتكون العاصمة باريس مصرحا للتعبير عن رفض الفكرة جملة وتفصيلا في تهديد مباشر لسير الالعاب التي لم يعد يفصل عنها سوى ثلاثة اشهر كما يعد تجاوزا سارخا لمبدأ الحركة الولمبية التي تعتبر المنافسة اداة لترسيخ التنوع وقبول الاخر بجنسيته وثقافته وتوجهه ودينه دون اي ميز عنصري ضربة جديدة تزيد الشكوك حول الالعاب الولمبية المقبلة التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية باريس وسط اجواء استثنائية يشهدها العالم تمكن مانشستر سيتي مساء السبت من الفوز على نيوكاسل يونيتد بثناية نظيفة في ربع نهاي كأس الاتحاد ليبلغ نصف نهائي المسابقة لمرأة السادسة تواليا البرتغالي برناردو سيلفا فرض نفسه نجما للمواجهة وبصم على هدفين في شباك نيوكاسل في الدقيقتين الثالث عشرة والحدية والثلاثين من عمر الشوط الأول ليقود السيتي إلى نصف النهائي ويقصي نيوكاسل يونيتد من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي أدرك أن الجماهير تتحدث عن الدوري الإنجليزي ممتاز وعن دوري أطال أوروبا لكن عندما يكون بإمكانك الفوز أربع مرات بكأس كاراباو وتتأهل ست مرات متتالية لنصف نيائي كأس الاتحاد الإنجليزي فهذا يعني أن الفريق استثنائي ومذيل نريد بالطبع الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكل البطولات إلا أن هذا ليس ممكن في بعض الأحيان خاصة عند مواجهة خصوم جيدين وبسبب جدولة مبارياتنا عندما تتأهل ست مرات متتالية فهذا تأكيد لثبات أداء الفريقة قدم اللاعبون كل ما لديهم من الصعب جدا مقارعة مونشستر سيتي في أي وقت عندما يعمل في حيازة الكرة فإنه يجعل مهمتنا صعبة حاولنا إفساد طريقة لعبه واستعادة الكرة لكن المباراة كانت دقيقة من الجانبين وأعتقد أننا سمدنا وأزعجناهم في بعض الأحيان سيكون ملعب أولترافورد مسال يوم مصرح لقمة مثيرة وواعدة بين ماشيستر يونيتد وليفربول في ربع نهائك السيل اتحاد الإنجليزي ويصعى المال يونيتد لتحقيق نتيجة إيجابية لمصالحة جماهيره والعبور إلى نصف النهاء مستغلا عاملي الأرض والجمهور فيما يسعى الريدز إلى الفوز لا غير للبقائف المسابقة وبلوغي نصف النهائي بعد النجحة في التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد بعد فوزه على سوثامطن بثلاثية نظيفة بينما تأغل ماشيستر يونيتد بفوزه على نوتينغ هام فوريست بهدف دونارد بعض المباريات أكبر من غيرها وهذا بالتأكيد صحيح أعتقد أن مباراة مونشستر يونيتد وليفربول هي دائما مباراة كبيرة خاصة عندما تكون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نحن نتطلح حقا إلى المباراة ستكون مباراة خاصة بكل تأكيد عزز ريال مادريد صدرته لترتيب الدور الإسباني لكرة القدم عقب فوزه العريض على مضيفه أسسونة بربعية لهدفين مساء السبت ضمن منافسة الجولة التاسعة والعشرين من الليغة وبهذا الفوز رفع ريال مادريد رسيده إلى 72 نقطة في المركز الأول بفارق عشر نقاط عن جيرونة صاحب المركز الثاني وبفارق 11 نقطة عن غريبه التقليدي بارشارونة صاحب المركز الثالث فيما تجمد رسيد أسسونة في الصف الحادي عشر بست وثلاثين نقطة أنا فخور جدا بكل الانتصارات وسعيد للغاية بهذا النصر وبالطريقة التي ظفرنا بها بثلاث نقاط فهذا مهم جدا ويساعدنا في التقدم على منافسين في الدوري وصلنا إلى عطلة المباريات الدولية في أفضل موقف ممكن فينيسيوس جونيور لعب حاسم وهذا واضح من خلال المساهمة التي يقدمها للفريق حاليا سجل هدفين في شبك يقاصل وكالة بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف في المباريات السابقة قلت مرارا إنه فعال في كل المباريات يحل صهرة اليوم بارشارونة ضيفا على أطليتكو مادريد لحساب الجولة التسعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني بعدا حجز الفريقاني مقعد لهما في ربع نهاء دور أبطال أوروبا وإصعى بارشارونة لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم إلى وصفة الدوري خاصة بعد تعطر جيرونة أمام خطافي البلاوغرانا ثالث الترتيب يبتعد بفريق ست نقاط عن أطليتكو صاحب المركز الرابع توجد المصارع الجزائرية سيليا ويكان الأحد بالميدالية البرونزية ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتي جولة أنطاليا التركية وجهت التويج سيليا ويكان في وزن أقل من خمسين كيلوغراما سيدات بعد الإطاحة بنظيرتها البرتغالية كاتارينا رودريغاز بنتيجة نقطتين لواحد في ختام مشاركاتها وكانت البطلة الجزائرية قد وصلت إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة بعد تصدرها المجموعة الأولى برصيد ثلاث انتصارات تمكن المنتخب الجزائري للمبارزة للسيدات في تخصص سيف الحسام من ضمان مقعد ضمن أفضل ثمانية منتخبات عالمية وبالتالي تأهل رسميا إلى الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة صائفة العام الجاري ببريس تأهل المنتخب الجزائري للسيدات بلاعباته الأربع جاء بعد التفوق على منتخب هونغ كونغ بخمسين وأربعين مقابلة أربعين وأربعين نقطة ضمن منافسة كأس العالم للمبارزة الجارية ببلجيكا لتفتك زميلات سوسن بوذياف تأشيرة عبور الجزائر إلى الأولمبياد للمرة الأولى في التاريخ في تخصص سيف الحسام حسب الفرق وفي الفرد تبكن بدوره المبارزة الجزائري سليم هروي من التأهل إلى الموعد الأولمبي المقبل بلغ الروسي دانيال مادفيداف نهائي بطولة انديانويز للتينيس للعام الثاني على التوالي وذلك بعد فوزه في نصف النهائي على صاحب الأرطومي بول بمجموعتين لواحدة بواقع ستة سبعة ستة اثنان وستة واحد وسيكون المصنف الرابع في مواجهة كارلوس الكراس سهرة اليوم في إعادة لنهائي العام الماضي الذي فز به الإسباني المصنف الثاني ويتفوق الكراس بثلاثة اثنين على مادفيداف في المواجهة المباشرة اختموا أخباري الرياضة شكرا على المتابعة قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الرعي الرسمي منتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم موبيليس معا نصنع المستقبل